بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكمل كورس فاونديشنز انجينيرينج وان وإحنا لسه في شابتر 2 حساب البييرين كباستي بتاعة الصويل احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن البييرين كباستي للصويل في حالة ان هي تعتبر كوهيزف صويل يعني تربى لها سي واشتغلنا بطريقة اسكيبتون لاحظ ان احنا لما تكلمنا عن ترزاجي قال حاجة مهمة جدا طلع لي معادلة للستريب وبعدين عدل نفسه وطلع معادلة لمين للسكوير وللسيركل السؤال دلوقتي طب لو كانت ريكتانجل نعمل ايه طبعا في علما كتيرة جدا نشتغلوا بعد ترزاجي زي ماير هوف وهانزن وفيزيكس كل دول اشتغلوا والاشكال المختلفة وخدوا الشيب فاكتور او معامل الشكل المين للأساس عشان يطلع البييرين كباستي بتاعة الصويل احنا هنتكلم في بارت 9 عن طريقة من الطرق ازاي لو انا عندي ريكتانجل او اي شكل تاني ممكن نحسب البييرين كباستي بتاعة الصويل وده باستخدام الاجيبشن كود ميسود لاحظ ان انا قلتلك في اول المحاضرات ان كل المعادلات بتاعة البييرين كباستي مستوحى من معادلة ترزاجي فلو تلاحظ ان الكيو ultimate بتاعة الاجيبشن بيقول ايه بيقولي cnc بس في حاجة اسمها لمضة c جديدة qnq لمضة q دي جديدة gama 2 b n gama لمضة مين gama واتفقنا ان ال c دي هي الكلوجين تحت الصيل وال q اللي هي عبارة عن gama 1 في مين في ال df وال b اللي هو عرض الاساس بتاعتي و gama 2 اللي هي الطربة تحت الاساس وال nc وال nq وال n gama دول السوابط المختلفة بتوع كل عالم مختلف عن الاخر مع العلم ان الساعات بيطوبة nc وال nq وزي بعض الاختلاف دايما بيواف مين في ال n gama فدولة nc و nq و n gama دول البيرن كباستي فاكتور ودي بتعتمد على الفاي بتاعت مين السويل اما ال ايه اللمضة c واللمضة q واللمضة gama دولة بيسموهم الشيب فاكتور وده اللي هيعتمد على شكل ال ايه الاساس طب ازاي تطلع بقى ال nc واللمضة c nq و لمضة q n gama و لمضة gama طبعا ايجيبش ان كود ما عملش كيرف لكنه هو عمل مين الجدول اللي قدامك دوت على حسب مين قيم فاي بتاعتك 0,5,10,15 وخلافة تقدر تطلع مين ال nc وال nq وال n gama لاحظ ان انت ممكن تلاقي قيمة مش موجودة يعني مثلا لو فاي مثلا يعني طلعت ب 17 طبعا هنا لازم ابتدي اجيب interpolation ما بين ال 11 والقام وال 15 3 17 ونص خلاص طبعا كام لو انت جمعت ازاي ده تجمع ده ازاي ده وتقسموه على اثنين يعني تعمل interpolation عنش طلع ال nc وال nq وال n gama لكن الاهم بقى اللي هما مين ال shape mean factor اللي هو على حسب شكل مين الاساس بتاعت طلع اللمضة c واللمضة q واللمضة gama الاجيبش ان كود قال لي لو انت عندك straight footing اللمضة c هي هي اللمضة q بتساوي واحد واللمضة gama بكام بواحد خلصت دي قال لو كانت لو كانت rectangle يعني مستطيل وده اللي يهمني جدا عشان مش موجود في ترزاجي قال لي واحد زائد مين point three في b على مين على l ده اللمضة c واللمضة q اما اللمضة gama واحد ناقص point three في b على مين على l لو كان square او circle ممكن انت حتى ما تحفظش كلمة square او circle يعني b على l بكام بواحد ما قدل square هو b على l بواحد فلو عوضت هننبقى واحد زائد point three camp one point three واحد ناقص point three camp point seven يبقى ناقص اقدر اجيب من الجدول ده لمضة c ولمضة q ولمضة gama ومن الجدول ده n c وn q وn gama يتقدر طلع q mean ultimate اللي هي gross bearing capacity of side ممكن بعد كده جيب q ultimate net زي ما تحلمنا ونقدر نجيب كمان q net safe والq safe زي ما قلنا قبل كده شكرا 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 شكرا